وبناءً عليها أنا أحاول لحرارتكم خبر حصري خبر حصري ومعلومة النهاردة طلع قرار من وزارة الشباب والرياضة خلي بالك إفسد ما بين اللي أحقوله لك ده وما بين التحقيقات اللي اتعاملت من اللجنة اللي كلفت من وزارة الشباب والرياضة داخل اتحاد المصري الكورت القدم على مدار يوم الأربع والخميس اللي فاتوا واللي أنهيت خلاص تحقيقاتها بخصوص الجوابات بتاعت الكاف ومنتظرين نتائج التحقيق ده أو بعد خلاص مقدموا تقرير لوزارة الشباب والرياضة مستنين قرار وزارة الشباب والرياضة خلال الأسبوع الجاري اللي احنا فيه ده مش بعد كده مش بعد كده فدي جزئية الجزئية التانية النهاردة طلع قرار من وزارة الشباب والرياضة قرار بتشكيل لجنة لجنة تفتيش مالي وإداري خلي بالك لجنة تفتيش مالي وإداري على اتحاد القرى لتأكد من التصرحات التي قالها الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القادم اللي قال ايه لو خدتوا بالكم برح في مداخلته قال احنا لو جات عندنا لجنة من الرئاسة هتكتشف بلاوي طيب ما دي كلمة كبيرة قوي بيقولك احنا عندنا مديونيات ستمائة مليون ستمائة مليون جنيه والمفترض ان لما بيجي اتحاد مكان اتحاد بيبقى فيه لجنة تسليم وتسلم فالحاجات دي كلها بيبقى عارفين ارادات الاتحاد ايه ومديونيات وايه فالكلام ده كان صادم بالنسبة الوزير الشباب والرياضة انا جاي لكه في بقية المعلومة وبقية الخبر فطبعا ايه اللجنة دي خلاص تم تشكيلها اللي هي لجنة تفتيش مالي وقدر اللجنة دي غير محددة المد ومكونة من اعضاء من الادارة المركزية للرقابة والمعايير واعضاء من الشؤون القانونية بالوزارة تلاتة دورهم ايه اللجنة دي المراجعة على كل اتفاقات القانونية والعقود وكل الامور المالية والادارية التي تم التوال الفترة الماضية اربعة اللجنة دي بمجرد ما هتنتهي من عملها هتقدم تقرير كامل لوزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم فبالتالي اللجنة دي هتقول ايه هتصدر توصيات او هتكتف تقريرها بعض التوصيات اللي هتعرضها على معالي الوزير دكتور اشرف صبحي المحترم وزير الشباب والرياضة واللي من خلاله وبناء على تقريرها هياخد قراره ايا كان بقى تحويل بقى النيابة ادارية توصيات اخرى ايا كان الا هيحصل بس ده برضو هيبقى قرار وزير الشباب والرياضة اللجنة دي بتدت عملها من المتوقع ان خلال الساعات الحالية دي انها تنزل على التحاد الكورة على اقصى تقدير لو مش النهار ده هيبقى بكرة الصبح عشان يرجع بقى الكلام اللي قاله الاستاذ جمال العلام هو استاذ جمال العلام قال الكلام ده امتى بعد مؤتمر بس واحد من الكابتن محمود الخطيب بعد ساعة ولا ساعة ونص بس من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي تكلمه هو على حق واللي بيحقى هاو يا جماعة الناس كنت بتشكك تقولك الاهلي مش عارف يدفع عن حقوق ومش عارف يجيب حقوق عرفته الاهلي بيعرف يجيب حقوق ازاي خدتوا بالك والاهلي بياخد خطواته ازاي خطوات غير عشوائية اطلاقا خطوات بعد دراسة وفية خطوات بعد ما تراجع ورقك كله احنا مبارح عرفنا مين الجاني وتأكدنا ان الاهل مجني عليه اتأكدنا ان الاهل مجني عليه برضو عشان اللي كان يقولك اصلا ايه لازمة المؤتمر عرفت لازمة المؤتمر ولا ما عرفتش المؤتمر ده اتكلم عن مصلحة الاهل ومصلحة الكرة المصرية بشكل عام لان كان فيه اتهامات محددة الاتحاد المصري الكورتر قدم اللي اثر بشكل كبير واللي مش عارف مسئولياته ومش عارف واجباته اتجاه الانديا المصرية كلها مش اتجاه النادي الاهلي بس فبالتالي بصراحة فضايح وكوارث سمعناها من خلال مداخلات وبالمناسبة منظومة الرياضة في مصر محتاجة تعدلات كتير جدا خلي بالك ما تصدقش تصراحات لمسئول سابق او مش عايز اقول ما تصدقش كل واحد ليه حرية انه يصدق بس المسئول السابق لما كان في المسئولية ان كان عليه علامات استفهام كتير برضو لما تلو قاعد يرد على بعض ما ده غلط وده كان غلط قبل كده في حاجات كتير او انت ورد تغلط بس مش في كوارث زي كده مش تضيع حق مصر بالشكل ده